هذا يقول شخص أخذ من شخص مبلغ قدر ثلاثمائة دولار ثم باعها وكسب فيها فكم يرد لصاحبها إن كان أخذها من باب المضاربة فهذا على حسب الشرط بينهما يرد رأس المال ويرد نصيبه من الرب أما إن كان أخذها من باب القرض أخذها من باب القرض فإنه يرد قدر المبلغ الذي أخذه فقط